الحمد لله وعب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فنقف مع بعض الضهوس المستفادة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ عَبِّهَ بعض أهل العلم قالوا إنما همت به للفحشة وعودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيترك وهم للدفاع عن نفسه عندما قال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وقال بعض أهل العلم إن يوسف لم يقع منه هم أصلا وذهبوا في تفسير ذلك تفسيرا لغويا فلولا أداة امتناع لوجود والمعنى على ذلك وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ قطعٌ بهمها وتأكيد لأنها همت فهي التي همت وهي التي عاوضت وهي التي هيأت وهي التي غلقت الأبواب ثم استأنف فقال ثم استأنف فقال وَلَوْ لَوْ لَا كَزَا لَفَعَلْتُ كَزَا فأنت لم تفعل لأن لولا أداة امتناع لوجود أي امتنع الهم لوجود البرهان فيوسف لم يهم بها أصلا وإنما استعصم واستمسك بالذي عصمه وحفظه ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين والتأكيد على أنها إنما همت للفعل وأنما إن كان قد وقع منه هم فهو هم للتخلص منها والدفاع عن نفسه هو التأكيد على ذلك في قوله قال معاذ الله وفي قوله تعالى وَاستَبَقَ الْبَابَ قَعَاد يوسف أن يتخلص منها فالهم من سيدنا يوسف كان ليتخلص من هذه الفتنة ومن هذا الابتلاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبع أي من الخلف وألف يا سيدها لدى الباب التقي بعزيز مص قالت ما جزاء من آد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي عودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قال بعض آل العلم كان رجلا من خاصة العزيز من خاصة زوجها وقال بعضهم كان طفلا أنتقه الله ببعاءة يوسف عليه السلام قال هذا الشاهد إن كان قميصه قد من قبل أي من الأمام فمعنى ذلك أنها كانت تدافع عن نفسها وأنها كانت تدفعه فقدت القميصة قطعته من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر أي من الخلف فهو كان إنما يجري أمامها يريد أن يتخلص منها فكذبت وهو من الصادقين وهنا فرق بين القد والقط والقطع القطع عام لماذا عبر القرآن بلفز قد إن كان قميصه قد ولم يقل قطع أو قط القط هو القطع عرضا القطع بالعرض والقد هو القطع بالطول والقطع يشملهما كانوا يقولون عن الإمام علي رضي الله عنه إذا على بالسيف قد بالدال أي قطع قطعا علويا وإن دنى بالسيف قطع أي قطع قطعا عرضيا وهذا تمثيل قرآني للحالة أنها كانت تجري خلفه فقدت القميصة من الخلف قدا أي قطعا طوليا وإمساكا بالطول بيد واحدة لأن الإنسان عندما يكون أمامه شخص يجري قد لا يتمكن من الإمساك باليدين فالإمساك باليد غالبا ما يأتي طوليا فجاء التعبير بالقد فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم وهكذا يهيئ الله لعباده الصالحين ما يخرجهم به من الشدائد ومن يتق الله يجعل له مخاجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه نسأل الله أن يكون حسبنا وأن يدبر أمرنا وأن يصلح أحوالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته